أول شيء تقنية السيرام هي مصممة للمكافحة الصواريخ والراكت الهاوانات وأول ما نصبوها نصبوها في كام فيكتوري عام 2006 تقريبا في كام فيكتوري اللي هو المطار الآن هي الجامعة الأمريكية في تلك المنطقة وفشلت لأنه يعني في منطقة سكنية المنطقة السكنية يكون دائما فشلة السيرام مفتوحة لقواعد مفتوحة نجحت في قاعدة عين الأسد نجحت في قاعدة التقدم في ذلك الوقت ولم تنجح في كام فيكتوري مع العلم كام فيكتوري أيضا شبه المعزول يعني عندك حيات جهاد منها وباقي الأحياء السيرام حسب ما ذكرت هي يعني مصممة فقط لهذا الكيلومتر المربع في السفارة يعني ليست لديها أي واجبات دفاعية إلى البنايات الأخرى لأنه السيرام هذا المنظومة إذا طلعت من المنطقة الخضرية أو ذا طلعت من السفارة الأمريكية ثانية وتلقيها في المختبرات الصينية والإيرانية يعني المعلومات العنوى ذلك الأمريكان يعني عندهم تاب سيكرت هذه تعتبر أما القدرات هي على إسقاط الطائرات الكواب كابتر التي ذكرتها من الصعب لأنه السيرام أول شيء عمودي الضرب عمودي يكون ويكون عالي فالطائرات هي يعني حسب ما ذكرنا أنه أنا ليست رجل يعني تقني بهذه الأمور ولكن نعرف عنها لأنه شفناها ما تقدر عليه لأنه تحتاج هذه الطائرات الصغيرة تقنية جديدة السعودية عجزت نجران وجيزان وخمس مشيط عجزت والدليل استخدموا هم منظومة الديدروم في شهر سبع 2021 وليست السيرام وضبطوها بالشكل طبعاً اللي أعرضنا طبعاً